استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب رئيس شركة أباتش العالمية مدير أباتش مصر ديفتشي استثمارات الشركة وخططها المستقبلية في مصر وخلال المقابلة أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون بين مصر وشركة أباتش العالمية على مدار السنوات الماضية كما أعرب مدبولي عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات وأعمال الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة وأكد نائب رئيس أباتش العالمية اعتزاز الشركة بأعمالها في مصر وإسهاماتها في زيادة حجم الطاقات الانتاجية لمصر من البترول مضيفا أن الشركة تعمل في مصر منذ ما يقارب 26 عاما بحجم استثمارات يفوق العشرين مليار دولار منها مليار دولار استثمارات جديدة في العامين الآخرين